هنعرف أكتر النسبة دي إيه اللي خلاهم ياخدوا القرار ويروحوا لعيادة دكتور التجميل معنا الدكتور جورج زاهر استشارك راحة التجميل سأخير يا دكتور إزايك إزايك في بداية الحلقة أنا اتكلمت عن المراية ست أو راجل أنا بصحى الصبح ببص النفسي في المراية رادية بنزل كده اليوم بيبقى جميل مش رادية عن جسمي بفضل أقلع والبس واشيل وحط وعمل كونتور في وشي حستدخين وداري الهالات السودة وجفني حسات هرهولات شوية فعمل أفكر طول ما أنا ماشية وسيئة يعني أنا أقصد إيه مجرد المراية دي مرعبة اللي بيخلي الرجالة تاخد القرار أنه ييجو لعيادة عايزين نتكلم أنه قد إيه النسبة زايدة دلوقتي الرجالة لأن دايما الناس متعودين أن الستات هالي بتروح عيادات التجميل مظبوط خلينا نشوف الرجالة بتعمل إيه لا هو دلوقتي العمليات التجميل وسط الرجال سواء كانت جراحية أو غير جراحية وهنتكلم على العمليات بالتفصيل بقت يعني ترند ومنتشرة جدا كمان السوشال ميديا والصور خلت كمان الراجل بقى واخد باله من نفسه يعني هو بحكم عمله وبحكم مسئوليات ومشاغله اللي طبيعي تبقى أكتر من الست كان بيبقى يعني الموضوع ده بالنسبة له سنوي يعني ألبس أي حاجة آخر أولويات آخر أحنا مضحيين بطبيعنا يعني لا بجلس مضحيين على فكرة احنا كمان بنضحي ما تدخليش في الحتة دي يا دكتور بعد إذنك هروح أنا حطرك كل المسئوليات اللي استثناءت شاي لها ونفضل نتخالق لكن لا أنا أقصد إن زمان كان فيه مثل بيتقال يقولك إيه الراجل ما يعيبوش غير جيبه فكان دايما الراجل يبعد عن شكله يقولك أنا بصرف على البيت أي مسئوليتي فأنا تمام صحيح مش هندخل بقى في الحتة دي مظهور فدلوقتي كمان الراجل بقى يعيبو شكله يعني بقى يهتم بشكله مش يعيبو بس هو بقى بيهتم بيه بقى بيهتم بيه وبقى يعني المنتيننس أو الصيانة بقت مفهوم موجود عند الرجال أنا ليه ما روحش مثلا أعمل زراعة شعر اللي منطقة أخفت في شعر أنا ليه ما روحش أشيل منطقة دهنية مش عارف أشيلها بالدايت أو بالاتباع للنظام الجزائي معين وأروح الجيم وهو فعلا معظم الرجال ما بقاش عندهم وقت للجيم أنا ليه مثلا ما روحش أحاول أعاق أدي نظارة لبشرتي لأنه بقى فيه علامات شيخوخة بدأت تظهر فهو من حقه يعمل كده فيه ناس بتشوف أنه ده يعني بيه خلقة طبعا ربنا وكل حاجة إنما إن إحنا يعني يعني زي ما الست بتحط ميكب عشان يبقى شكلها أحلى الراجل زي ما الراجل بيروح يخلق شعر بيروح يخلق شعر بيزرع شعر بالزبط بالزبط بسي